المادة الأولى المادة الأولى وإحدى هيئات التصنيف المعترف بها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات أربعة أن لا تكون السفينة مقيدة على اللائحة السوداء لمذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن في مختلف مناطق العالم خمسة أن يكون مشغل السفينة حاصلا على شهادة امتثال وفقا للمدونة الدولية لإدارة السلامة ستة أن تتمتع الشركة المالكة للسفينة بوضع مالي جيد سبعة أن يكون للشركة المالكة للسفينة ممثل قانوني في مملكة البحرين ثمانية أن تكون الشركة المالكة للسفينة قد تم تأسيسها في بلد يرتبط بعلاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين وليس عليها عقوبات من المجتمع الدولي تسعى الحصول على موافقة وزارة شؤون الدفاع وزارة الداخلية على منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية ولا يجوز للوزير منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية المملكة لأشخاص أو لشركات أجنبية تنتمي إلى دول غير صديقة للمملكة أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية أو تكون في علاقات غير ودية معها أو مع أحدى الدول العربية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء